نقش وزير الصحة العامة والسكان دكتور قاسم بوحيبه بعدا مع ممثل منظمة الصحة العالمية لدى بلادنا دكتور أرتورو بيسيغان نقش معه تعزيز الشراكة بين الوزارة والمنظمة والطرق المثلى لتطويرها والدفع بها نحو الأفضل ووضع وزير الصحة المسؤولة الأممية ماما الوضع الوبائي الراهن في بلادنا ومنها ظهور حالات من الإسهالات المائية الحادة في أوساط المهاجرين الإثيوبيين في كل من شبوى وعدن وتدابير والإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة حيال ذلك وتطرق اللقاء إلى إمكانية تعزيز الشراكة في إعداد الاستراتيجيات المختلفة لعدد من القطاعات منها الطوارئ والتمريض وصحة الطفل والتركيز على جودة وفاعلية هذه الاستراتيجيات وبما يؤدي لرفع كفاءة النظام الصحي بجانبيها المادي والبشري بدوره أبدأ المسؤول الأممي استعداد المنظمة للعمل مع الوزارة وشركاء القطاع الصحي لتقديم العون الفني اللازم لها